بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب نجي نتكلم على الانترنت as a drug information resource كثير من الناس طلعت المعلومة هذا من الانترنت طب ايش مدريك انو هذا السور صح هذا الانترنت سايت صح مو صح فهنا في بعض المعلومات لازم نحطها في بالنا لما نجي ناخذ اي معلومة من الانترنت طب احنا عارفين ان الان انتشرت بشكل كبير جدا هي بدت طبعا 1969 لكنها يستخدموها health care providers كresearch tool في كثير من المجالات الصحية يستخدموها احيان مرضى نفسهم وجميع سكان العالم اللي متوفر عندهم الانترنت يستخدموها فانت قبل ما تستخدم الانترنت في عدة اسئل لازم تسألها لنفسك اول سؤال who runs the website مين اللي مشغل هذا الويب سايت يوجولي حتلاقي الجواب في كلمة about us كده تلاقي section مكتوفي about us حاول تكون حصيف وانت تبحث وتشوف مين هذا اللي يمول هذا السايت من الانتتي اللي يعني مسؤولة عن البروفيت او لتحصل البروفيت من هذي المسيجات فهذا الشيء اللازم تدور عليه بشكل منطقي لما تيجي تبحث في الانترنت يعني نلاقي دائما ايش الانتتي اللي تحصل الفائدة من هذي المعلومات الموجودة في الويب سايت السؤال الثاني what is the purpose في الويب سايت ليش الويب سايت يتسوى ايش الهدف منه لازم او الافضل انه يكون البروفيت تعليني وليس تجاري او ربحي عشان تكون معلومة ذات مصداقية السؤال الثالث who is responsible for the information كيف نعرف مين responsible for the information دائما نلاقي الملحق www.gov gov يعني governmental فشي تعلق بالحكومة فهذا شيء كويس edu تلاقي academic institution يعني هذا شيء تعليمي com commercial هذا شيء تجاري السؤال الرابع how is the information documented كيف المعلومة موثقة هل لما تدخل الويب سايت تقرأ 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 تلاقي في الاخر حطيلك مرجع اخذوا منه المعلومة او لا كثير من الطلاب يجي يكتبوا من ويب سايت يقولون طب ايش المرجع ما هو مكتوب مرجع فيها طب شيء ما له مرجعية كيف يصدقه يعني واحد مألف من راسه بحاط فيها الويب سايت السؤال الخامس What are the credentials of the contributors or reviewers ايش هي هي الدرجات العلمية للناس اللي هم قاعدين يشاركوا في هذا الويب سايت أو يراجعون يعني لازم يكونوا مثلاً أنت قاعد تفاتح ويب سايت حق مجال صحي لازم يكون الشخص هلث كير بروفشينال يعني أذكر مرة قصة جتنا واحدة دخلت على الويب سايت واستخدمت كريم قالولها للطبيض عساس أنه الشخص الموجود في الويب سايت هذا طليب جلدية طبعاً البنت تشوه وجهها وصارت عندها مشاكل كبيرة جداً فلما جينا نحقق ونبحث لقينا أنه للأسف الشخص اللي ماسك الويب سايت هذا عبارة عن واحدة ما كملت الثانوي وتسمي نفسها خبيرة تجميل وقعت تفتي للعالم مرة فتحت ويب سايت لقيت أنه محطي ركومنديشن لكريم يستخدم لشفايف للنساء ويخليها شفايف مصدر جميل ومدري إيش طبعاً هذا الكريم من أثاره السيئة إنه للأسف يسوي فهذه الأشياء لازم ما تكون بسهولة نتغ فيهم السؤال السادس هل معلومة حديثة ولا معلومة قديمة جداً؟ لازم تشوف لازم يقول لك مثلاً مارش 2018 أبديتت كذلك لازم تعرف المعلومة هل هي قديمة ولا حديثة ولكن كانت قديمة ليش متحدثت؟ هل هي المعلومة النهائية؟ ما في أحدث شيء بعد كذا ولا إيش السبب؟ السؤال السابع طبعاً يعني ما يجي واحد يحط يوصل يعني مثلاً أو يشير إلى لينك بدون ما يخذ الأبروفل من الجهة اللي هو قاعد يشير لها مثلاً يعني مثلاً حنلاقي الـ USA Government ممكن تحط لينك للبوبلك لكن هاللينك اللي هي قاعد تشير لها هي أصلاً تابعة برضا للحكومة أو الحكومة هي المولتها فهي عافقش المصادر links to website that are not government owned or government sponsored ممكن تعطيكي لينك لماكن ليست مثلاً تملكها الحكومة أو تدعمها الحكومة لكن إذا كانت هذه المعلومات تعطي إذا كانت سري هذه المواقع تعطي معلومات تتعلق بالحكومة ذات مصداقية أو تقدم خدمة يعني ما هي موجودة في الموقع الرسمي للحكومة لكنها يعني ذات مصداقية وتحققت منها USA Government provides this non-government website as public service only دائماً تعطيها كخدمة للعامة فقط وليس كمواقع يستند عليها في أي حكم علاجي السؤال الثامن what is the website privacy policy لازم نلاقي دائماً section مكتوب في privacy فنعرف information obtained from users may be مثلاً sold ولا شيء زي كده فلازم نعرف يعني إيش privacy أو الحقوق الخاصة في هذه الweb site طيب هنا نيجي نقول is contact information reader available هن نلاقي بسهولة هاتبين لك يعني contact us يعني حياناً تيجيك بعض المعلومات تبغى تتحقق منها تبغى تدخل على الweb site وتقول ما انتو بني جبت هذه المعلومة أو إيش مصداقية أو إيش البرجي حقكم فتلاقي للأسف ما في أحد تتواصل معه فإذا كما في أحد تتواصل معه فهذا يأثر على مصداقية الweb site قاعد تأخذ منه السؤال العاشر who monitors the chat room مثل ما قلنا المثال قبل شوي من اللي قاعد مسؤول عن أحياناً تلاقي website في chat room من المسؤول عن chat room هل هو أحد في القطاع الصحي ولا في قطاع الزراعة ولا في قطاع الصناعة يعني انت فاتح chat room لتخصص معين لازم الشخص اللي مشرف على chat room هذا يكون حاصة على درجة علمية موثقة في نفس المجال اللي انت تسأل عنه طبعاً internet search engines حنلاقي ال yahoo google msn وغيرها عديد أكيد انتم ما شاء الله كلكم خبرة فيه حنلاقي طبعاً google هو the most frequently visited other search engines يعني زيها زي google حتلاقي information quickly ممكن استرجاعها لما تحط الكيوورد فيها لكنها ما هي دايماً accurate correct هذه نقطة لازم دايماً تكون في بالنا طبعاً عندنا google scholar هذا اللي لاجي launch the google scholar لسنة 2004 عشان يعطينا access to full text journals يعني journal فيها المقال كامل pre prints اللي هي عبارة مقالات تطبع قبل ما ينشر البحث thesis اللي هي الرسائل magister pox و other web pages بحثية طبعاً similarly to transparent ليش نحن نقول google scholar هو عبارة عن ابن جوجل فمثل ابو أو مثل جوجل الأساسي it's easily searched and has an advanced search features that enable users to narrow search engines أو search sorry to narrow search search protocol أو search question هما قاعدين دوروا عليه يعني مثلاً ممكن تحطوا بالkeywords ممكن تحطوا باسم author ممكن تحطوا بالعنوان ممكن بالتاريخ النشر عشان تحدد البحث حقاً وما يكون واسع طبعاً لما تيجي تقارن google scholar بال pubmed و scopus وال web of science حنلاقي انه most important advantage في google scholar وبubmed هذول الاثنين انه كثير تلاقي فيهم open access journals وهم يعني easy لما يمكن الواحد يدخل يبحثيهم بدون اشتراك أو اي شيء ثاني لكن google scholar هذه لازم نحطها دائماً في البال offers results that are less accurate or less frequently updated compared to other databases كيف يعني يعني اللي دائماً تسوي update للمعلومات لو تبقى تاخذ معلومات رح لbubmed هذول أقل المستقي وأقل تحديث للمعلومات حتى google scholar مثلاً انت لما تيجي تبحث google scholar ستلاقي النتائج معروضة ما هو حسب مصداقيتها ما هو حسب أحدث البحث لا حسب عدد الناس اللي زاروا واختاروا هذا الموقع فتلاقي فتلاقي هو مثلاً يطلع في الأعلى فأنت بظن أنه هو وطلع في الأعلى معلومات هذا أحدث معلومة لا ما هو كده صراحة google scholar يعني فيفضل هناك ما تستخي معلومة منك wikipedia يعني يبدأ استغير ما يدخل wikipedia ويضع اي معلومة وتنشر وخلاص ما حتى يراجعها ورا ويضع عشان كده يسموها user edited wikipedia did not provide adequate drug dosing information متجي تقول وطلعت الدوز من wikipedia هذا خطأ طبعاً هنا حنلاقي كثير indexing databases available through الانترنت عند الادس انترناشنال عند سنهال عند الpopmed عند الوفيت عند ويب of science عند الامبيز انترناشنال فرماستيك البستراج اللي بسموها IPA جوجل سكولر كلين ألرت و آيوا دراغ انفرمانشن سيرفس هذه كانت من أفضل مراكز معلومات لكن للأسف الآن يعني توقفت كمكتب علمي يتبيع معلوماتها خارج آيوا ممكن تلاقوا بعض المعلومات موجودة للأسف لم تعد تحدث لكن إذا وصلت للجامعة كلها ودخلت عن مكتب حدياتها حتلاقي كل التبغى نيجي شي يسموه بوليين أوبريتر إيش يعني المقصود في البوليين أوبريتر هي كلمات بسيطة دائما نشوف and or not whatever يعني خليني بقولكم مثال كويس لو آجي أقول يا فلان روح السوق أجيب لي برتقال وتفاح كويس لما آجي أقول أبغى برتقال وتفاح تحس أنه الكلام عام لكن في البحث لما أقول لك أبغى مقال في برتقال وتفاح معناته المقال اللي في برتقال اللي حاله ما أبغى والمقال اللي فيه تفاح اللي ما أبغى أبغى المقال اللي يجامع الكلمتين مع بعض فهذا تحديد وتصغير البحث هذا تركيز يعني ركزت أنت المعلومة فهذا هو في المجال العلمي الكلمة and تضييق تصغر المعلومة خلينا نحنشوفها شوي شوي كلمة كلمة هنقول هي طبعاً نيوز أس كونجكشن كومباين أو أكسكلود كيوورد في سيرش رزولتين مور فوكس اند برودكتف رزولت طيب ديس شود سيف تايم نحن ليش يسويها عشان بدل ما قعد أدور في مليون مقال يطلعوا لعشر مقالات عشرين مقال فيه الهدف اللي أنا أبغى والكلام اللي أنا أبغى وخلص كده حفظت وقتي وما ضاع الفاضي ونتخلص من الأشياء اللي ما لها فايدة واللي ممكن تطلع لي في البحث فهذا الصورة توضح الكلام اللي احنا قلناها شفتم لما نقول and شفتم المنطقة الخضرة في A و B ولما قلنا and محددة جداً يبغى بس المقال اللي فيه برتقال وتفاح مقال فيه برتقال الحاله ما أبغى شوى الجزء فيه برتقال الحاله ما أخدته الجزء فيه تفاح الحاله ما أخدته نفس الشيء ما يجي نقول الأور الأور نبغى كل شيء معلش طلع لي أي مقال فيه تفاح فيه برتقال لهاتلية فالمقال طلع فيه تفاح جيبه فيه برتقال جيبه فيه تفاح برتقال مع بعض جيبه لكن أجي أقول لك طلع لي مقال فيه تفاح فقط لكن برتقال ما أبغى شوفه فأجي أطلع المقال يتكلم على التفاح فقط مقال يتخلم تفاح برتقال ما أبغى مقال يتكلم برتقال لحاله ما أبغى فهذا هو مقصود كيف طريقة البحث والتحديد ونسوي ناروينج في السيرش حقنا استخدام البارانثيس البارانثيس أو هي بسمية الأقواس نستخدمها عشان نحدد سيرش الستراتيجي اللي احنا نبحث فيها عشان تعطينا أضق معلومة سيرش انجين تيل والسيرش استيتمت وذن ده بارانثيس فرست ذن أبلاي انستيتمت يعني أول شي اللي يهمك حطه في الأقواس وبعد نحط الكلام اللي انت تبغى بعد ذلك مثلا سيرش ان سموكينج اور توباكو هذي بين قوسين صح فحلاقي انه مثلا لما تيجي تكتب سموكينج اور توباكو انت كانسر حيعطيك مقالات تحتوي على سموكينج وكانسر على توباكو وكانسر هتعطيك كانسر وتوباكو لكنها ما هتعطيك سموكينج اور توباكو لما كانسر ما هي مذكورة يعني مثلا تحطيت بنقصين سموكينج اور توباكو وما حطيت كانسر ما حطيك شي عن سموكينج وتوباكو فلازم لما تحط تحط انت يعني علاقة معينة لازم تذكر انه ابغى مثل سموكينج كانسر توباكو كانسر حموك يطلع لك سموكينج او كانسر فقط لما تحط سموكينج اور توباكو عن كانسر ايش يعني؟ يعني الحين انا بغى حط سموكينج طيب طلع لي سموكينج بس يعني ما العلاقة بالكانسر توباكو ما العلاقة بالكانسر انا بغى شوف تأثير السموكينج على الكانسر فكذا يطلع لي ام سموكينج وكانسر او توباكو وكانسر او سموكينج اور توباكو وكانسر يعني تدخين التوباكو والكانسر او تأثير التوباكو على الكانسر او تأثير التدخين حتى غير التوباكو على الكانسر لكن لما ما احط كلمة كانسر ما هيعطينا ايش يلو علاقة بالكانسر طبعا هذه بعض المواقع الموثوقة اللي احيانا تحتاجوا تبحثوا فيها عساس معلومات ينطلب منكم بحث معين تبغى شايف تبغى شايف هذه المواقع مرة مفيدة موثوق عشان لو اي معلومة حبيت تبحث فيها مايكرو ميدكس مايكرو ميدكس طبعا هذا اللينك حقه ما دري اذا انتم الجامعة بشتركه فيه ولا لا هو في يوزر نيم باسفورت ولما تضع على اللينك هذا وستقدر تدور في المعلومة التي تبغاها طبعا افضل المعلومات الأدوية والسموم تلاقيا في المايكرو ميدكس وكويس هو اساس ال الديتاباز اللي بدأت صراحة كدراج افرميشن فارميسس ينيد المايكرو ميدكس ليكسي ممتاز لكن ليكسي مور فرندلي ويحتاجوا عادة كل الهيلف كير بروفايدرز بس الاطباء لانه سهل وسريع وما هو ديتاباز لكن كدراج افرميشن فارميسس ينيد الديتاباز طبعا مايكرو ميدكس بيستخدمون اطباء بيستخدمون ناس كثير بس انا حسب خبرتي لحط الاطباء بيحبوا الشيء السهل والسريع واللي ما في معلومة عميقة جدا عشان ما هم انترستد تومتش في الفرميكولوجي بيعطيك فاكتس اندراج عن التيراتوجينيسي بتشوهات ما كنت تحصل للبابي تكسيكولوجي في السموم في الطب البديل في منه انلاين فيرجن للفيزيشن ديسك بريفرنس هذا دايما الفيزيشن بسموه مرجعية الطبيب انه الطبيب هذا الكتاب اللي بيفتحه كمرجع لما يمارس التقديم الخدمة الالجية المريض شامل ويشتمل على دوزين وفرميكولوجي يقدر اكتر اكشن اشياء كثيرة هذا شكل هذا الشكل من الداخل كيف طريقة البحث اذا موجود عندكم ادخلوا على ديمو حق وحيوريكم كافية الاستخدام سراحة مثلا اذا كان عندكم حاولوا مثلا انجابوا السؤال هذا اذا كان اي درينك غريف روت جوز اذا ام تيكين اتروفستاتل وان حنروح حنروح على دراج انتر اكشنز حنروح اندر فود اندراج انتر اكشنز نطلع لكاذ مثلا كالليزينو بريل يوز فالبريغنانت ويمان حنروح على لبريغنانسي والريسك كاتيجريز حق لبريغنانسي عشان نشوف هذا يستخدم ولا لا طبعا عندنا لكسي كومب وانلاين مثل ما قلنا اكثر من 4000 منوغراف موديكيشن حنلاقيها موجودة في بوث تيكست اند اونلاين ان ابتو ديت يعني حين بتلاقي ككتاب حين بتلاقي اونلاين الانفورميشن نفس الشي تحتوي دوزيك فرماكولوجي فرماكولوجي فرماكوليناتك الى اخر هذا شكل اللكسيكوم كانلاين اذا عندكم اشتراك فيه نيجي للبابميد بابميد هو اللي قلنا عنه الديتابيز او السكندري داتابيز اللي نستخدمه في البحث عن هنا عادة اللي تكتب المعلومة اللي او الكيوورد انت تستخدمها في البحث وبتبدأ السيمبل سيرش حقك في في البابميد سوري حنلاقي البابميد كنتينز كثيرة جدا وابستراكت حقات الاثرز جمعينها من اكثر من 4000 جورنل وباكثر من 70 لغة فريد ممكن تدخله بدون تسجيل شامل مثل ما قلنا في اكثر من 11 مليون سيتيشن تعود الى سنة 1960 عادة اني دخلك ل فيري ريليابل فري جورنل ثرور ويب اكسس هو افكتف طبعا هذه لينكات انصحكم او يوتيوبات انصحكم تدخل عليها واحد 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 حتتتعلم وكيف تبحث بالبابميد اللي عمرك ما حتكون افكتف فارماسيست ولا دراج افرميش فارماسيست الا لما تعرف كيف تبحث البابميد فهذه نصيحة انكم تدخلوها وتشوفوها مثل ما قلنا انا اجاني سؤال ما اعرف عنه اي شيء اول شيء اروح على اخذ معلومات كاملة عن المرض بعدين ادور فوري جراوند عشان اندور على الديتيل الانفورميش تربها الطبيب عشان انجاب طريق صحيح غلط اجاوب على سؤال يتعلق بدواء لعلاج برض وانو مفاهم ايش المرض ايش الباث في السيرجي حقه اخذ جينا الانفورميش باث في السيرجي حقه من تكسبوك بعدين اعرف قبل ما اعطي اي قرار علاجي احنا هدرنا نقدم خدمة علاجية كاملة متكاملة صحيحة للمريض فعشان كده لازم يكون طريقة بحثنا صحيحة موثقة عشان نوصل لهذه الخدمة العلاجية اللي احنا نبغى نقدمها طبعا هذي بعض المواقع اللي مجانا حتلاقوها احيانا تقول لي ما عندي ما عندي ما عندي اشتراك فهذه مواقع موثوقة لكنها مجانية هذا الموقع يبغى له اشتراك لكنه فور فري تقدر تدخل تشترك عنده الصيادلة اللي حضره اي في برو داكت الصيادلة يبغى معلومات تبي دي سيمينات للبابليك اي تبغى تحط سؤالهم بجاوبوك هذا تلاقي في هذا الموقع هذا موقع معروف جدا وكويس وسهل وفور فري موجود كمان الصيادلة يريد كل واحد وماستر هذا الموقع بتقدم